ومضات خير للعباد ومضات نور للفواد ومضات خير للعباد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعده معاشر المشاهدين والمشاهدات فهذه بفضل الله تبارك وتعالى هي الحلقة الثانية من برنامجكم ومضات الذي يعنى بذكر ما يحفز العبد على أن يكون إن شاء الله تعالى من الفائزين في هذا الشهر الكريم الفضيل قبل الانطلاق في كلماتي وفي ومضاتي هذه الحلقة نود أو نطلب من الشيخ القارئ ياسين حفظه الله تعالى أن يقرأ علينا بعض الآيات البينات التي تبين الصيام وما يتعلق به فليتفضل حفظه الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدتة ولتكبيروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون مزاك الله خير كنت أسمع كثيرا كلمة يرددها الشيخ عبد الحليم توميات حفظه الله تبارك وتعالى يقول فيها صم صوم مودع كما نسمع دائما صل صلاة مودع الشيخ كان يقول صم صوم مودع احنا وددنا لو أن هذه الكلمة ومغزاها ومعناها يصل إلى المشاهدين ومشاهدات فضل الشيء هذا الحديث صل صلاة مودع كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكره للصحابة طلبا للخشوع أي من أراد أن يخشع في صلاته فيؤديها على أحسن حال فما عليه إلا أن يجعل هذه الصلاة هي آخرة كأنها آخر صلاة له في هذه الحياة فكذلك المسلم والمسلم ينبغي أن يجعل هذا الشهر لعله هو آخر شهر يصومونه في هذه الحياة الدنيا فينبغي لهم أن يحسنوا صيامه وقيامه وأن يجعلوه من أعظم ما يتقربون به إلى الله عز وجل فلعله إذن هو آخر شهر وكثير من الموتى الذين فارقوا هذه الدنيا ما كانوا يعلمون أنهم لن يحضروا الشهر القادم أو الشهر الذي نحن الآن فيه فهم الآن من طواهم أثروا اللحود وصاروا ولم يعودوا من أهل هذا الوجود فلعل حالنا يكون حالهم ومآلنا يكون مآلهم يقال إن شهر رمضان مدرسة لا تبارى ومعهد لا يمكن أن يجارى فممد صحة هذه المقولة فضيل الشيخ عبد القهار غلاب حفظكم الله الملك الوهاب لا شك أحباء في الله أن شهر رمضان مدرسة متكاملة فهو كما يعلمنا تقوى الله عز وجل وقد سمعنا والحمد لله في قراءة الشيخ يسين لزائري قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقوم الله جل وعز ذكر هذه الثمرة المباركة التي يجنيها من دخل هذه المدرسة مدرسة الصيام فهناك ثمار أخرى يجنيها من دخل في هذه المدرسة من ذلكم الصبر يتعلم كيف يصبر على المأمور وكيف يصبر على المحظور وكيف يصبر على المقدور فالنبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل يسأله أن يعلمه بعض الطاعات وبعض العبادات فقال له النبي صلى الله عليه وسلم في جملة ما قال له قال له عليك بشهر الصبر وصيام ستة أيام من شوال قال له شهر الصبر سمى رمضان شهر الصبر ولهذا يجب على كل من يسمعني الآن أن يتحلى بالصبر في شهر رمضان يصبر على أوامر الله تعالى من ذلك الصيام في حد ذاته هو أمر ويصبر أيضا على مالها الله تعالى عنه والصائم يجب عليه أن يحفظ صيامه من المبطلات ومن منقصات الأجر كذلك لازم يصبر على المقدور يعني على الجوع مثلا وعلى العطش وعلى التعب والنصب لأن هذا يدخل في المقدورات كما يجب عليه أن يصبر على أشياء يقدرها الله له في نهال رمضان أو في ليل رمضان لازم يصبر عليها باش ما يهدمش صيامه في النهار اللي يبناه ولا يهدم القيام تاعه اللي بنه في الليل قال صلى الله عليه وسلم رب صائم حظه من صيامه يجوع العطش يشكون فيكم يقبل هذا ورب قائم حظه من قيامه الصهار إذن باش نحافظ على صيامنا في النهار باش نحافظ على قيامنا يعني في الليل لازم نتحلو بالصبر وهناك في الحقيقة ضروس كثيرة ولكن ما نبهت عليه إن شاء الله يكفي ويفي مرحب الله في الشيء مرحب الله خير أنا أود في الحقيقة أن أنبه على قضية مهمة جدا في شهر رمضان وكثير مننا ممكن لا يهتموا بها وهي أن الله تبارك وتعالى يحب الفريضة أكثر من غيرها وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه الاجتهاد في النوافل أمر طيب لكن الأطيب من ذلك أن نهتم بالفرائض فرض الصلاة وفرض الصيام ولعنده زكاة مازال ما أدهاج زكاة واجبة فريضة عليه مازال ما أدهاج بر الوالدين تربية الأولاد تربية صالحة إلى آخر ما هناك وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه بعد ذلك الشيخ عبد الحليم حفظك الله تبارك وتعالى كان مقولة مليحة وعندها أصل في السنة يقول الأجر على قدر المشقة والنبي صلى الله عليه وسلم قال أجرك على قدر نصبك فهل من كلمة في هذا الباب وخاصة أن شهر رمضان يوافق هذه السنوات يوافق أيام القيض وأيام الحر وأيام الضمأ إلى آخره كان حديث عظيم جدا رواه بزار في مسنده وصحه الشيخ الألباني رحمة الله عليه أنا بموسى العشعري كانوا راحين في وحد السارية وركبوا البحر فلما كانوا بالليل إذا بهم يسمعون هاتفا يهتف من السماء فقال يا أهل السفينة فقالوا أخبرنا إن كنت مخبرا يعني وشك حاب تقول لنا وتقاعد في الليل في ظلامة على المحر وظلامة على الليل فقال إن الله قد قضى قضاءا يعني كتب شيئا لا يغير قضى قضاءا أنه من عطش نفسه في يوم صائف وقاه الله يوم العطش الله أكبر يوم العطش ويوم القيامة الله أكبر لذلك الإنسان لا بد أن وهو يصوم هذا الشهر في هذا القيض الشديد عليه أن يستحضر أن هذا يفعله لله عز وجل فيهون عليه الخطب ويسهل عليه الكرب بل هذا هو الاحتساب نعم عن خام رمضان إيمان واحتساب فيحتسب هذا التعب هذا الشقاء لله عز وجل وهذه حلوة العبادة الحقيقة مارك الله فيك وفي هالسياق أيضا شيخ يقوله الناس يتضجروا أحيانا في صلاة التراويح يقول لك حرارة يقول لك ضيق المكان يقول لك ده ينبغي الإنسان إن يحتسب تعبه وقيامه وعرقه وغير ذلك يأتي مرة في السنة وهو خيره من ألف سنة مارك الله أخير مارك الله أخير يحقر ما بذر صحيح نعم حسن الله إليك شيخ نعم الشيخ القهار ربي بارك فيك نعم كنت ذكرت بأن رمضان مدرسة حقيقة المدرسة بكل ما تحمله هذه الكلمة متكاملة نعم يعني من بين ما يدخل تحت هذا العنوان هذا أن رمضان مدرسة للأخلاق أخلاق الحسنة إنسان يتعلم في الأخلاق حسنة الصبر على الأذى يعني الحديث عن الأخلاق في شهر رمضان فالحقيقة هو امتحان واختبار يعني الإنسان كنهار يصوم هنا صاحبان إذا متخلق بأخلاق الإسلام ولا راه صايم كما يقولوا بعضهم رمضان الإضراب عن طعام فقط النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث السابق اللي ذكرناه رب صائم من حظه من صيامه الجوع العطش يعني روي جوع في رحو وعطش في رحو ورب قائم من حظه من قيامه واشنو التعب ولا الصهر معنى ذلك أن هذا الإنسان لو كان نشوفه في الظاهر صام وقام ولكن ما السبب الذي جعل الذي جعل صيامه لا ينظر الله إليه وقيامه لا ينظر الله إليه هو أن هذا الإنسان صام صياما ظاهريا فقط ما كلا ما شرب ما اقترب يعني زوجته وفي اللي صح قام ولكن للأسف جاء بأعمال وحده أخرى هذا الأعمال هذه منها أخلاق سيئة ارتكبها وهذه أخلاق سيئة التي ارتكبها ربما تقتل حتى صيامه وربما تنقص الأجر التعوى وتجعل صيامه يعني صياما هزيلا ولهذا شوفه وش يقول سيده محمد صلى الله عليه وسلم يقول من لم يدع قول الزهري والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرب يعني الصيام اللي ما يصومش فيه السمع والبصر واللسان واليد والرجل يعني هذا الصيام أربي سبحانه عز وجل لا ينظروا إليه كذلك بعض الناس تلقاه الله يبارك السلسات ترويح كاملة حتى يصلي الوثر ولكن بعد تلقاه بعد ما يصلي الوثر وش يروح يدير يتكيف الدقان وكين ليزينه الشيطان يروح يشرب حتى المخدرات وكين أكرمكم الله ليروح ياخذ سيارته ويتنقل ويروح في أمور نعم أمور تها الفسد سبحان الله رب العالمين يقول ولا تكونك التي نقضت غزلها من بعد قوة الأنكار أنت تعب تعب حافظ على ذلك خلالك باش قد تلقاه بإذن الله عند الله عز وجل مارك الله في الشيخ صيام جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفض ولا يصخب ولا يجهل فإن سابه أحد أو قاتله وشتمه فليقول إني صائم إني صائم لا بدأ يقالها أنا نشبه هذا الصائم ليقول إني صائم حبي يقول راني محرم راني في الإحرام راني وش نوم وش لبسي بس إحرام لأن المحرم يخالبك نرتكبش بعض المحضورات كذلك اللي يقول إني صائم إني راني محرم بالصيام مع أنت الصيام هذا يمنعني من ارتكاب بعض المحضورات نحسن بارك الله فيكم نشكر سيد المشايخ الفضلاء على ما بذلوه لنا من النصح وما اتحفون به من هذه الكلمات الطيبات ونشكر المشاهدين ومشاهدات جميعا على حسن إصائهم وموعدنا إن شاء الله في حلقة أخرى من حلقات هذا البرنامج الطيب المبارك الموسوم بوامضات بارك الله فيكم واسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومضات خير للعباد ومضات نور للفواد ومضات خير للعباد ومضات نور للفواد تدعو إلى الدين القوي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا